نروح بقى الاقتراح من خلال برنامج الاشبال اقتراح مهم جدا اتمنى القائمين عليه في الكرة المصرية انهم ياخدوا بالاقتراح ده اقتراح زي ما احنا بنتكلم دلوقتي عن دوري ابطال افريقيا البطولة القديمة النادي الاهل بيتسيد فيها الكرة ب11 بطولة بنتكلم عن دوري السوبر الافريقي الدوري الحديث او الدوري اللي هيبقى بالمسمى الجديد اتمنى يكون في دوري ابطال افريقيا للشباب احنا النهاردة عندنا في جيل جيل 2005 ده جيل بيتم تكوين ليه منتخب في مصر وفي كل الدول العربية والافريقية لكن النهاردة نظرة الاتحاد الافريقي القائم على كرة القدم في كرة افريقيا ماذا لو الاتحاد الافريقي عمل بطولة سماها دوري ابطال افريقيا للشباب ماذا الاستفادة للاندية ماذا الاستفادة من المواهب واللاعبين اللي هزروا في القر النهاردة لو الاتحاد الافريقيا عمل هذه البطولة بالمسمى ده دوري ابطال افريقيا للشباب طبعا هيكون في بعض الصعوبات وهنقترح على حضراتك الصعوبات وهنحلها على الهوى مع حضراتك دلوقتي بمعنى اني بتبقى فيه تكلفة كبيرة على القدية لما تلعب مباريات ذهبوا عودة يعني الاهل بيروح يلعب في الجزائر يسافر ويرجع الجزائر تلعب في مصر او تلعب في ناجيريا مع ان ينبأ ويرجع ان ينبأ يلعب في مصر دي كلها امور مكلفة بالنسبة للاندية ممكن البطولة دي تبقى تكون بطولة مجمعة بمعنى ممكن تتم او يتم انشاءها في احدى الدول زي مصر عندنا الملاعب ممكن عندنا ملاعب في برج العرب عندنا في الساد القاهرة ملاعب فرعية والساد الرئيسي فيه في الجزائر ملاعب فيه في المغرب فيه في تونس في كل الدول دي يتم انشاء بطولة دوري ابطال افريقيا للشباب وتكون بطولة مجمعة بمعنى ممكن يشترك فيها الفرق اللي اشتركت في الدوري السمر الافريقي ممكن نقول الاهلي ممكن نقول الترجي ممكن نقول الوداد ممكن نقول سانداونز ممكن نقول ان ينبأ كل الفرق المشاركة تم الفرق ونبدأ بالتجربة والاندية تستفيد ماديا اشتراك الفرقة مثلا بتاخد مئة الف دولار الفرقة اللي بتصعد لدور قبل النهاية تاخد مئتين وثلتمائة الف دولار الفريق البطل بياخد ستمائة وثلتمائة الف دولار وبيتم تسوق البطولة النهاردة دي خطوة مهمة جدا النهاردة تقدر الأندية تصرف على قطاعات الناشئين الخطوة الثانية هي اكتشاف المواهب داخل قرية أفريقيا دي أتمنى يعني القائمين في الاتحاد الأفريقي أو في الاتحاد المصر لو بيسمعوا الناس يعني كلامنا بيسمعوا صوتنا يكون موجود البطولة دي بطولة مهمة تكون دخل ومورد للأندية وأيضا تكون بطولة أيضا مهمة لاكتشاف المواهب داخل قرية أفريقيا وأنا بكلم حضراتكم عن تشكيلات المنتخبات بقى تشكيلات المنتخبات وإحنا سمعنا خلال الفترة السابقة عن تشكيل المنتخبات 2005 و2008 كنت أتمنى من القائمين على الاتحاد المصري لكرة القدم لما بنعلن تشكيل منتخب أنا عايزاش أعلن الخطة كاملة ليه دايما بنعلن جزء ونستنى ونفكر ونشوف ونعمل دايما الناجح بيكون عنده خطة وعنده رؤية لتلات أربع سنين قدام لأنه النهاردة لما أعلنوا عن منتخب 2005 و2008 طلعوا وقالوا مدير فني مدرب وشكرا طب ليه النهاردة ما أعلنش الأجهزة كاملة لأنه النهاردة ما أقولش المنتخبات دي الخطة بتاعتها أو تم إنشاءها علشان عندها بطولات واحد اتنين تلاتة أربعة المنتخبات دي هتكون خطة الإعداد واحد اتنين تلاتة أربعة مسابقات الناشئين شكلها هيكون كذا 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 علشان نقدر نخدم على المنتخبات دي أتمنى دايما يبقى عندنا رؤية للمستقبل ما نفكرش وإحنا بصين تحت رجلنا بس عايزين نفكر تلاتة أربعة سنين قدام شكل مسابقات الناشئين إلى جهزة الفنية الإعلان عن جميع الجهاز مش مدير فني ومساعد بس لا الأجهزة دي أجهزة كبيرة ناس بتشتغل شكل المسابقات المنتخب ده إيه الارتباطات الدولية ليلعبها الرسمية والودية هتبتدي من إمتى عندك منتخبات قادمة عندك 2007 و2009 ليه تم تأجيلهم عايزين نعرف برضو لو أنت النهاردة عايز تسبق وعايز تشكل وعايز تشتغل وتخطى لازم الشغل يبقى كامل علشان دي خطوة مهمة أو نقطة مهمة كنت حابب أتكلم فيها في اللي كونوا منتخبات الناشئين ومنتخب الشباب